أن الحكومة تسعى إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي فلابد أن يكون رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة أن يمتلك القرار لأنه اليوم من تتفاوض أو تعقد هدنة أو تتفاوض مع الجانب الأمريكي لا بد أن تلتزم جميع الأطراف بتوجيات القائد العام للقوات المسلحة أما أن يكون هناك ضرب للسفارات الأمريكية أو للسفارات الأخرى أو التجاوز على قواعد أخرى هذا سينعي خارج إطار الدولة وخارج القائد العام للقوات المسلحة هذا سيحرج الحكومة لأنه مشكلة الموقف الإيراني مع الموقف الأمريكي مع الموقف الكيان الصيوني إذا تأزم نحن يصير تأزم عندنا داخل أراضينا وهذا ينعك سلبا على إدارة وهيكلية الدولة وعلاقات الدولة الخارجية